أسفل أسوار قلعتها التاريخية العريقة تحتضن مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق أحد أقدم المقاهي التراثية والذي تأسس قبل 83 عاما المقهى لا يزال محتفظا بطرازه المعماري العريق وأثاثه الضارب في القدم وبتقالده المتوارثة في تقدم الشاي والقهوة لزبائنه أغلب السياح والزوار الراغبين في تفقد معالم وشواخص قلعة أربيل التاريخية يفضلون تناول وجبة الفطور الصباحي في هذا المقهى الذي يمتاز عن سواه بأجوائه الفلكلورية الساحرة سعر وجبة فطور دسمة تضم شتى الأطباق الكردية الشهية لا يتجاوز 15 دولارا وتكفي لعدة أشخاص وتقدم في الأواني والأطباق التراثية وبالأسلوب الذي كان سائدا في بيوت أربيل القديمة المقهى يبدو من الداخل كمتحف صغير يحتوي لوازم ومقتنيات يزيد عمرها عن مئة عام أما جدرانه فتحمل صور عشرات الفنانين والمثقفين والرموز السياسية والأدبية المعروفة في أربيل والمجتمع الكردي ممن كانوا من رواد هذا المقهى في مراحل سابقة هيوة عزيز سكاي نيوز عربية أربيل